أعتقد ما ذهبت له مستشارية الأمن القومي وما خرج به مؤتمر الذي كان يوم أمس الأول أعتقد أنه هو الذي يشكل الحقيقة بكل ما وردت مع عدى ذلك قد تبدر أو قد تصدر تصريحات من متقاعدين موظفين أمريكان أنا في تقديراتي لا يعتد بها لا يعول عليها القرار هنا القرار جاء نتيجة جولات حوار ستراتيجية أربع جولات ختمت آخرها قبل حوالي أربعة أشهر خلت في واشنطن مثلت عن الجانب العراقي كانت عملات مشتركة وفيها ضباط رفيعون مستوى من قبل الجانب العراقي وأيضا الجانب الأمريكي تم وضع اللمسات الأخيرة التي توجد بمؤتمر صحفيهم أمس الأول بوضع النقاط على الحروف وبانتهاء المهام القتالية للتحالف الدول المتمثل باللوية المتحدة بكافة الوحدات المشاة والوحدات البرية والوحدات القتالية على حد السواع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة